أذهب بكم إلى النقطة الثانية النقطة الأولى دين العباسيين في الحقيقة هو موضوع كبير لكنني ماذا أصنع للوقت أجملته لكم النقطة الثانية الحكومة العباسية حكومة ظاهرها خلافة إسلامية دينية وهذا الظاهر رقيق جدا إذا ما اخترقناه فإنها منظومة منظومة عبث ولهو وفساد منقطع النظير منذ بدايتها منذ أول لحظة فيها إنها منظومة عبث ولغو ولهو وفساد وجريمة ودماء وتعذيب وقتل وكانوا يبحثون عن أفسد الناس كي يسلطوه على الناس من هنا كانت حقيقة الحكومة العباسية حقيقة حكومة المخنثين والخصيان والجواري ونساء الخلفاء وأمهاتهم التعريق العباسي موجود بإمكانكم أن تعودوا وأن تقلبوا هذا التعريق لو كنت أمتلك من الوقت الكافي لجئتكم بأمثلة كثيرة لكنني سأقرأ عليكم رواية من الكافي الشريف من الجزء الثامن وهذه طبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة الحادية والستين إنه الحديث الخامس والعشرون بسنده بسند الكليني الذي توفي سنة ثلاثمائة وثمانية وعشرين للهجرة قبل انتهاء الغيبة الأولى بسنده عن عبد الله بن سليمان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال قال أمير المؤمنين لا يأتين على الناس زمان يطرف فيه الفاجر وفي بعض النسخ يضرف فيه الفاجر والمعاني متقاربة يطرف الفاجر يصبح طريفا ويضرف الفاجر يصبح ضريفا والمعنيان في مدحه يصبح طريفا يصبح شريفا فالطرافة هي من الكرامة ومن الشرافة بين أبناء المجتمع يعني أن الناس يقبلون عليه الناس يقبلونه على من يعتقدونه شريفا كريما ليأتين على الناس زمان يطرف فيه الفاجر ويقرب فيه الماجن الماجن هو الخليع المتهتك الساقط أخلاقيا الذي يفعل المفاسد القبيحة ويفتخر بها أمام الناس ولا يبالي أن يوصف بالعوصاف القبيحة لأنه يشهر قبائحه أمام الناس ويتباهى بها هذا هو الماجن لا يأتين على الناس زمان يطرف فيه الفاجر ويقرب فيه الماجن ويضعف فيه المنصف المنصف وهو المائل إلى العدل وإلى الحكمة وإلى الإحسان يضعف ويهان المنطق هو هو ماذا حدثنا الصادق عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان للإعزاز والإكرام مستحقا ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة ما هو هذا منطق العباسيين الأوائل وهو منطق العباسيين الجدد المعاصرين خليفتهم في النجف أعوانه جلاوزته في المنطقة الخضراء في بغداد لا يأتين على الناس زمان يطرف فيه الفاجر أو يطرف فيه الفاجر المعنى واحد ويقرب فيه الماجن ويضعف فيه المنصف قال فقيل له متى ذاك يا أمير المؤمنين الإمام يتحدث عن العباسيين القدماء فقال إذا اتخذت الأمانة مغنما مثل ما هي أمانات الدوائر الضريبية في العراق سرقت هذه التي تسمى بسرقة القرن الآن تضيعا لسرقة القرن في العتبتين السستانيتين في كربلاء فقيل له متى ذاك يا أمير المؤمنين فقال إذا اتخذت الأمانة مغنما غنيما هكذا كان يفعل العباسيون القدماء وهاهم العباسيون الجدد يكررون الأمر نفسه إذا اتخذت الأمانة مغنما والزكاة مغرما الأموال الشرعية ما هو هذا منطق السستاني ومنطق الخوعي ومنطق مراجع النجف الأخماس وهي في جيب الشيعي هذه أخماس أموال صاحب الأمر لكنها إذا وصلت إلى جيوبهم صارت مغرما صارت مجهولة المالك وحق الزراء هذه فتواهم في كتبهم فقال إذا اتخذت الأمانة مغنما والزكاة مغرما هذا الأمر كان يجري عند العباسيين الأوائل ويجري عند العباسيين الجدد إذا اتخذت الأمانة مغنما والزكاة مغرما والعبادة استطالة تفضلا وتكبرا على الناس والعبادة استطالة وصلة منا قال فقيل متى ذلك يا أمير المؤمنين فقال إذا تسلطنا النساء وسلطنا الإماء وأمر الصبيان هذا المعنى كان موجودا زمان بني أميه لكنه بنسبة محدودة إذا أردنا أن نقايس هذا المعنى فيما بين الأمويين الأوائل والعباسيين الأوائل قد يكون بنسبة واحد بالمئة تسلط النساء وتسلط الإماء وتسلط الصبيان والمخنثين في الحكم الأموي كان موجودا لكنه كان قليلا جدا بالنسبة للعباسيين الحكومة العباسية حكومة مخنثين حكومة جوار وإماء حكومة مأبونين هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان هذه ليست الزيارة الجامعة الكبيرة هذه زيارة أخرى تأتي بعدها موجودة في المفاتيح تسمى بالزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين لأنها تبدأ بهذه العبارة السلام عليكم أئمة المؤمنين وسادة المتقين هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين وهي تتحدث عن أحوال الأمويين والعباسيين وبشكل خاص عن أحوال العباسيين ما هو الدليل على أن الزيارة تتحدث عن أحوال العباسيين لأن الزيارة تحدثت عن إمامنا الكاظمي وعن سائر أئمتنا الذين قتلوا زمان العهد العباسي هكذا جاء فيها يا موالي فلو عاينكم المصطفى وسهام الأمة مغرقة في أكبادكم ورماحهم مشرعة في نحوركم وسيوفها مولغة في دمائكم يشفي أبناء العواهري غليل الفسق من ورائكم وغيظ الكفر من إيمانكم وأنتم بين صريع في المحراب أمير المؤمنين وأنتم بين صريع في المحراب قد فلق السيف هامته وشهيد فوق الجنازة قد شكت أكفانه بالسهام إمامنا الحسن المجتبى وقتيل بالعراء قد رفع فوق القناة رأسه سيد الشهداء ومكبل في السجن قد رضت بالحديد أعضاؤه إمامنا الكاظم صلوات الله عليه ومسموم قد قطعت بجرع السم أمعاؤه إمامنا الرضا سائر أئمتنا وشملكم عباديد تفنيهم العبيد وأبناء العبيد فهل المحن يا سادتي إلا التي لزمتكم والمصائب إلا التي عمتكم والفجائع إلا التي خصتكم والقوارع إلا التي طرقتكم هذا هو الذي فعله خلفاء السقيفة بن ساعد وما تفرع عنهم من الأمويين والعباسيين لكن العباسيين أجرم أكثر وأكثر مدتهم طويلة دولة العباسيين في بغداد امتدت من سنة 132 للهجرة إلى سنة 656 للهجرة فعلوا ما فعلوا أجرموا ما أجرموا وأفسدوا ما أفسدوا تقول الزيارة تخاطب الأئمة صلوات الله عليهم وأنحوا عليكم سيوف الأحقاط وهتكوا منكم الستور وابتاعوا بخمسكم الخمور وصرفوا صدقات المساكين إلى المضحكين والساخرين هذا هو العبث واللهو واللغو والحقارة والانحطاط في جوف الدولة العباسية في جوف قصور العباسيين ما يقال له خلافة إسلامية كانت قشرة رقيقة ما إن تخترق حتى تظهر هذه الحقائق وأنحوا عليكم سيوف الأحقاط المأمون حاول تقطيع الإمام الرضا بالسيوف وأرسل عبيده والحكاية مفصلة وبعد ذلك قتله بالسم وأنحوا عليكم سيوف الأحقاط وهتكوا منكم الستور وابتاعوا بخمسكم الخمور وصرفوا صدقات المساكين إلى المضحكين والساخرين هذا هو حال العباسيين فقيل متى ذلك يا أمير المؤمنين فقال إذا تسلطنا النساء وسلطنا الإماء الجواري وأمر الصبيان في زماننا هذا العنوان الإماء بالحدود اللغوية ليس موجودا بحدود الحقيقة هناك إماء في العالم كله هناك استعباد للنساء هناك استعباد جنسي وهناك استعباد جسدي وهناك استعباد اقتصادي يسخرون المرأة يسخرون جسدها ومفاتنها لمصالحهم الاقتصادية في الإعلانات والدعايات هذا باب واسع باب الاستعباد المقنع في أيامنا باب واسع وكبير جدا لكننا لا نستعمل هذا المصطلح في أيامنا هذه في الجزء الثاني من الزام الناصب للمحدث علي اليزدي الحائري إنها طبعة دار التوحيد بيروت لبنان فالصفحة الخامسة والعشرين بعد المئة سئل الصادق عليه السلام عن ظهوره عن ظهور صاحب العمر الضمير هنا يعود على ما سبق الحديث عن عن إمام زماننا سئل الصادق عليه السلام عن ظهوره عن ظهور القائم فقال إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان ليس هناك من إشارة إلى الإماء لعدم وجود الإماء بحدود اللفظ اللغوي في زماننا الحديث هنا عن العباسيين الجدد سئل الصادق عليه السلام عن ظهوره عن ظهور القائم فقال إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان وخرب جامع الكوفة من العمران وانعقدت الجيران فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس الإطلاق إطلاق حقيقي فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس وظهور قائمنا أهل البيت متى؟ حينما يخرب جامع الكوفة أقرأ الرواية مرة أخرى تلاحظون أن الأمر هو هو لابد أن يحكم لابد أن يحكم لابد أن يملك سئل الصادق عليه السلام عن ظهوره عن ظهور القائم فقال إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان ليس بالضرورة حينما يكون الحديث عن الصبيان عن صبيان الأعمار الحديث عن صبيان العقول ما هم الذين يحكموننا البعض منهم شيوخ والبعض كهول لكن العقول لكن العقول عقول صبي في ثقافتنا الشعبية العراقية هكذا يقولون طول طول النخلة أو عقل عقل الصخلة المراد من الصخلة الماعس العنزة العنزة الماعز أنثى الماعز هي هذه التي نقول عنها في تعابيرنا الشعبية العراقية صخلة صخلة والكلمة عربية سخلة بالسين والسخلة هي بنت العنزة يقال لها سخلة لكن في ثقافتنا الشعبية العراقية نقول صخلة ونقصد منها العنزة الكبيرة هالشكل يقولون طول طول النخلة وعقل عقل الصخلة سئل الصادق عليه السلام عن ظهوره زين إذا كان الكبير هذا حاله الديخي شنو وضعه هذا اللي يراكب على ظهرك طول طول النخلة وعقل عقل الصخلة أنت الديخي شنو حالك وين نخليك بيا خانة مصنفك على ماذا أحسدكم يا أيها الشيعة على ماذا أحسدكم وعلى ماذا يحسدنا الآخرون على طيحة حضن على طيحة صبغن على شنو سئل الصادق عليه السلام عن ظهوره عن ظهور القائم فقال إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان وخرب جامع الكوفة من العمران بسبب العمران الثلم الذي هو موجود في حائط مسجد الكوفة منذ سنة 2013 ميلادي هم يقولون بسبب العمران في المنطقة المجاورة لمسجد الكوفة بسبب ما عمروا من النفق القريب من المسجد المعروف بنفق مسلم بن عقيل هم المسؤولون والمختصون في مسجد الكوفة وفي الحكومة العراقية يقولون خرابوا حائط مسجد الكوفة بسبب الإعمار الذي حدث في نفق مسلم بن عقيل هذا النفق الذي هو نفق لحركة السيارات قاموا بإنشائه قرب مسجد الكوفة وخرب جامع الكوفة من العمران بسبب العمران من العمران وانعقدت الجيران هذه الروايات أنا شرحتها عدوا إليها وبالوثائق والفيديوات والتفاصيل في حلقات خاصة بها وخرب جامع الكوفة من العمران وانعقدت الجيران فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس وظهور قائمنا أهل البيت إن شاء الله تاخلي أنا لا أقطع بهذه المعاني المعطيات هي التي تقطع بهذه المعاني بالنسبة لي أقول المعطيات المتوفرة تقطع بهذه المعاني لكنني أقول إذا توفرت معطيات جديدة أخرى تغير اتجاه المعاني فإنني سأسلم بها ولست معترضا ولا أؤمن إيمانا مطلقا بما تنتجه لي المعطيات المتوفرة فرقوا بين الإيمان المطلق بشيء وبين الإيمان بحسب المعطيات المتوفرة فرقوا بين هذين الأمرين أنا أؤمن بهذه المضامين بحسب المعطيات المتوفرة لكنني لا أؤمن إيمانا مطلقا من خلال معطيات ليست كاملة إنما أتحدث بحسب ما يقع تحت يدي من المعطيات المتوفرة ولكن بعد تحقيق وتدقيق ومتابعة في جميع الاتجاهات نذهب إلى فاصل ماذا قال أمير المؤمنين عن العباسيين القدماء فيما يرتبط بعبثية الحكم ولهوه ولغوه وانحطاطه إذا تسلطنا النساء المشكلة ليس في سلطة المرأة الحكيمة ليست هنا وإنما في سلطة المغنيات والفاجرات في سلطة الساقطات والسافلات وفي سلطة قريبات الخليفة حتى لو كانت من أغبى الغبيات وهذا هو الذي جرى في زمن العباسيين الأوائل ويجر الآن في زماننا الأمير يقول عن العباسيين الأوائل إذا تسلطنا النساء وسلطنا الإماء وأمير الصبيان عن زماننا عن العباسيين الجدد الصادق يقول إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان لا تنسوا المثليين الذين دخلوا على الخط إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان وخرب جامع الكوفة من العمران الحديث عن العباسيين الجدد وانعقدت الجيران فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس وظهور قائمنا أهل البيت نحن في أيامنا هذه وفي العراق تحديدا أعلى سلطة في العراق عنوانها رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية في العراق بعد 2003 من نصيب الأكراد الأكراد فيما بينهم يتفقون على شخص وينتخب في البرلمان الشيعة ينتخبونه ولا قيمة للشيعة في هذا الموضوع لأنهم سينتخبونه حتى لو لم يكونوا راضين عنه وكذلك السنة ينتخبونه ما هي الحكاية هكذا السنة يتفقون على رئيس البرلمان يقدمونه للبرلمان السنة انتخبوا لكن الشيعة ينتخبونه ينتخبونه على الورق يختارونه في البرلمان على الورق فقط فقط في التصويت أصوات فارغة لا معنى لها ولا ضرورة لها سوى أن يضحكوا على الناس لأن الذين انتخبوا هم السنة وكذاك رئيس الجمهورية الأكراد انتخبوا الشيعة يصوتون له والسنة كذلك بطريقة أوتوماتيكية ورئيس الوزراء كذلك ينتخبه الشيعة النواب الشيعة الأكراد والسنة لا قيمة لأصواتهم سوى أنها أصوات لا حقيقة لها مضمون الصوت في فحواه لا في الموافقة أو المخالفة فقد يكون الصوت موافقا من دون وعي أو لأنه قد دفع لصاحبه المال أو لأنه هدد فلا قيمة للصوت حينئذ قيمته أنه صوت والحال هو مع رئيس الجمهورية الأكراد هم الذين ينتخبونه هم الذين يعينونه ويجب على الشيعة والسنة أن يقبلوا به والخلاف قائم بين مجموعة البرزاني ومجموعة الطالباني وهذا الخلاف خلاف قديم رئيس الجمهورية رئيس العراق الشيعة صوت له ولا قيمة لأصواته والسنة صوت له ولا قيمة لأصواته الأكراد جاء به حزب الطالباني هو الذي جاء به عبد اللطيف رشيد هو عديل جلال الطالباني الرئيس العراقي السابق عبد اللطيف رشيد هو عديل جلال الطالباني يعني أن زوجة جلال الطالباني وزوجة عبد اللطيف رشيد شقيقتان هيرو إبراهيم زوجة جلال الطالباني وشاناز إبراهيم زوجة عبد اللطيف رشيد الذي جاء بعبد اللطيف رشيد رئيس رئيس للعراق هيرو إبراهيم زوجة جلال الطالباني لأن البرزاني لم يكن هو الذي عين عبد اللطيف رشيد ومسعود البرزاني كان معترضا على برهم صالح حكاية السياسة في العراق أنا لا أريد أن أتحدث عن تفاصيلها وبالمناسبة هيرو إبراهيم زوجة جلال الطالباني كانت قد رشحته في المرة السابقة حينما رشح برهم رئيسا للعراق كانت تريد في تلك الفترة أن يكون عبد اللطيف رشيد ولكن تغيرت الأمور بقيت على قرارها ما إن سنحت الفرصة حتى جعلت من زوج شقيقتها شاناز رئيسا للعراق ففي الحقيقة يا أيها العراقيون الذي نصب لكم رئيس العراق هي هيرو السيدة هيرو مع احترامي لها لا شأن لي بها إنني أتحدث عن الواقع الذي عليه العراق سلطة النساء موجودة في الوسط السني أيضا وفي الوسط الشيعي أيضا أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع هناك من النساء من يمتلكن أهلية في إدارة الأمور لكن الحديث هنا عن النساء التي لا يمتلكن أهلية الكلام بالإجمال العباسيون الأوائل سلطوا النساء والإماء والجواري والخصيان والصبيان والعباسيون الجدد كذلك من الآخر رئيسنا في العراق لم ينتخبه البرلمان البرلمان صوت والتصويت قد يكون ذا قيمة وقد لا يكون كذلك فهذه الأصوات لا قيمة لها ما كانوا يستطيعون أن يغيروا فرئيس العراق منصب من قبل السيدة هيرو زوجة جلال الطالبان والتي تتحكم بحزب طالبانيين الاتحاد الوطني رجاء اعرضوا لنا صورة السيدة المحترمة هيرو هذه صورة السيدة هيرو زوجة جلال الطالبان وهي شخصية قوية جدا وكان كلامها نافذا حتى على جلال الطالبان ايام حياته وهي التي عينت لنا رئيسا للعراق عينت زوج شقيقتها شاناس اعرضوا لنا الصورة الثانية للسيدة المحترمة هيرو هذه السيدة هيرو مع زوجها جلال الطالبان واعرضوا لنا صورتها مع السيدة الفاضلة حنان الفتلاوي هاتان السيدتان الفاضلتان هيرو وحنان الفتلاوي هل تنطبق الروايات او لا تنطبق ماذا تقولون انتم رئيسكم معين من قبل السيدة هيرو كذبوني كذبوني ولو بلقمة ما زلت انتم نذهبوا الى فاصل رجاء أن يعرض لنا صورة السيدة شاناز إبراهيم هي شقيقة السيدة هيرو وهي زوجة رئيس الجمهورية في العراق يعني السيدة الاولى كما يقال في ايامنا هذه رجاء أن يعرض لنا صورة السيدة شاناز هذه السيدة شاناز وأعتقد أن وجه الشبه فيما بينها وبين شقيقتها السيدة هيرو واضح فقد عرضت قبل قليل عليكم صورا للسيدة هيرو إبراهيم اعرض لنا الفيديو الذي استقبلت فيه السيدة الاولى حينما جاءت الى القصر الجمهوري الى قصر السلام حيث يكون مقرا لرئيس الجمهورية وعائلته عرضت فيديو مجيء السيدة الاولى في العراق وسأعيد عرضه مرة ثانية لأجل أن تقارن فيما بينه وبين مجيء السيد الاول في العراق أتحدث عن زوجها عن رئيس الجمهورية حينما جاء الى قصر السلام فشن والله فشن فشن عبداللطيف رشيد اعرضوا لنا الفيديو هذا فيديو السيدة الاولى وليس هناك من اشكال او نقص او اثارة في مجيئها جاءت محترمة لكن المشكلة ليست عندها المشكلة عند رئيس جمهوريتنا رجاء اعرض لنا الفيديو المشكلة مرات المشكلة والمشكلة عدد حرص الشرف لكي بساعة السلام الجمهوري حرص الشرف خلاف خلط موسيقى 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 العميد باسم صادق جعفر آمر حرس الشرف وحدة المراسيم العسكرية الحرس حاضر للتلتين سيدي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفقا للبناء العربي لبناء اللغة العربي استعد اين هذا في لغة العرب استعد اين هذا في لغة العرب قد يقولون هذا لأجل المد ولأجل المد تحطم اللغة العربية الجمل البقية كذلك رئيس الجمهورية وهو يقف في قاعدة التحية يضع يده على بطنه انا لا ادري هل ان المراسم هكذا تقتضي ام ان اليد توضع على الصدر توضع على البطن ام توضع على الصدر ما هذه قضية معروفة رئيس جمهوريتنا يضع يده على بطنه لا ادري هل هو جائع او ان امرا اخر يخطر في ذهنه لا بد ان نسأله بعدين يا عبداللطيف يا حبيبي ادري احنا قلنا خلصنا من حيدر العبادي كل ساعة ومتشغلب على رأسه كل ساعة ومتشغلب على رأسه قلنا خلصنا من عنده ادري انت مو تشوف البصاطة الاحمر رايح بهاي الجهة وين مو اللي رايح بتشول باب القصر من هالجهة موجود الناس اللي واقفين يستقبلونك من هالجهة موجودين ام ولي منا وين رايح وين رايح ذولهم رؤسان هذه النتيجة التي اخذناها من السيدة المحترمة الفاضلة اعرضوا لنا صورته صورة سيد الرئيس هذا هو السيد عبداللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق اعرضوا لنا الفيديو القصير والتفتوا التفتوا شلع قلب هذه الطفلة هذه الطفلة كانت واكفة صح شيء للورد بس من شافتها راح منك يمشي اعوج عبالها الطريق الصحيح منك فراحت بذاك الاتجاه يا عمي موقفك انت صحيح الطريق الاعوج هو طريق رئيس الجمهورية اعرضوا لنا الفيديو رجعا اعرضوا لنا الفيديو رجعا ربادي بالخير لابد ان امر على صدر الدين القبانشي امام جمعة النجف هو حدثنا من ان رسول الله هو الذي جمع البرلمانيين في البرلمان هو حدثنا بهذا نتيجة اجتماع البرلمانيين حبيبي ابو اسماء ابو صادق هو هذا هو هذا اللي اجابة ان رسول الله رجعا اعرضوا لنا الفيديو عسا صار اجتماع مجلس النواب ونجاح الاجتماع وتحالف ادارة الدولة الله اكبر تدرون هاي شون صارت يا شباب تدرون شون صارت اي صارت اي صارت مين صارت اي صارت البركة الام الحسين اي بركة زيارة الاربعين اي طانياء الحسين اي ايدي بيدي طانياء فالكو قفتوني والله لا اقفلكم هذا نجاح كبير هذا خير هذا تدخل يد الغيب هذا مو ذكاء وشطارة خمسين شغلة شطارة متسوية هذه الغيب تدخلت شعب شعب لرسول الله وحفيظ رسول الله رسول الله قال له والله انا الان عملكم عينا احل مشاكلكم ان شاء الله وانصركم وان تنصر الله ينصركم يعني هاي نشوف من الحسين وانا ما مشيت بطريق الامام الحسين الاو اشوف اش راح يسوي الحسين ورا الاربعين اش راح يسوي هاي الوقفة الى عيفة والله ما يسوي هاي الوقفة عيفة الحسين مستحيل وشوف بس خلص الاربعين تحالف دارة الدولة انعقاد المجلس ومورة بدأت تنحل المشاكل السياسية ان شاء الله تبارك وتعالى الان رسول الله قال للعراقيين لأن عمناكم عينا وجابنا اللي جابه ادري يا صدر الدين القبنجي لوين تبقون هالشكل صاحب الزمان يجيبنا نواب وين ماكوا واحد صقاط وهتلي ذول المراجع لا فهم لا علم لو يظل ساكت مثل الحايط لو يحجي ويصير مضحكة للوهابيين رسول الله هم ينتخي بنا منها النماذج هذه الطريق قدامه وهو عنده عيون يشوفه بالنهار هس لو بالليل ممكن باب القصر اش كبرى قدامه والناس واقفة هناك والسجادة الحمراء عريضة وواضحة وولنا طلع لهناك هذا تتوقع من عنده يقدر يدير أمور بلد الأمور الصغيرة تكشف عن الأمور الكبيرة أئمتنا هكذا يقولون عقل الرجل يعرف من أين يعرف من طول لحيته هل طولها يناسب عمره يناسب مقامه يناسب الزمان الذي يعيش فيه المكان الذي يعيش فيه يعرف عقل الرجل من طول لحيته ومن كنيته ومن سجع خاتمه من النقش الذي يكتب على الخواتيم ويعرف عقل الرجل من هديته ومن كتابه ومن رسوله هذه أشياء صغيرة لكنها تكشف عن الأشياء الكبيرة ما هذا رئيس جمهورية إذا لم يكن عارفا بالبروتوكول فهل نتوقع منه أن يكون عارفا بالأمور الأخرى وعلى هالرن اطحين اشناع ليش نواب صح بالزمان خرطي وليش اللي انتخبه رسول الله خرطي بحسب صدر الدين القبونشي رسول الله قال للشعب العراقي لأن عمناكم عين وهذه النتيجة بليت بأعوري فشكوت منه فكيف فكيف إذا بليت بأعوريني وقت الحلقة صار طويلا ولازال الكلام متواصلا للحديث بقية نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة